في سفر رؤية أصحي اتنين السبع رسائل اللي بعته من رب للسبع كناس يعني الحقيقة مؤثرين جداً يورينا ازاي المسيح رأس الكنيسة واخد باله من كل التفاصيل يعني لو قريدت الأصحيحين دول في قاعدة واحدة تنبهر ليه؟ لأنه بيحكي تفاصيل يقول أنا عارف تعبك وصبرك واحتمالك واين تسكن وأن الأعمال يعني باخد الجمل من أكثر إن أعمالك الأولى دلوقتي أكثر أعمالك أخير أكثر من الأولى ومرة تانية يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى ومرة تانية يقول له عندك انتباس يعني بتعرف الفرد في الكنيسة بالإسم شهيدي واحدة هو اسمه يقول له آه أنا عارف وعندك مجموعة قليلة يعني التفاصيل عارف حط الأسيس هو عارف تفاصيل ما يحدث في كل الكنيسة لأنها كنيسته التعبير بقى اللفت نظري أول قدم نفسه المسيح لكنيسة أفاس يقول إيه؟ الماشي وسط السبع منقر لهم السبع كناس أنا التعبير ده فهمته إزاي؟ أن رب يسوع شايف وحاضر وسامع كل ما يحدث في كل كنيسة أعدات الإدارية التدبيرية التليفونات التليفونات الأحاديث التخطيط الكل ما يحدث هو شايفه وعارفه تماما فوصلت القناعة جوايا أنا محتاج وأنا بعمل كل حاجة أبقى بصص عليه بقوله حعمل ده قدامك واللي مش عارف أعمله قدامه لأنه رأس الكنيسة ما عملوش واللي مش عارف أقوله قدامه لأنه هو رأس الكنيسة ما قلوش يمكن لو حد من كنيستي يسمع الحلقة دي هيبقى واعل اللي بقوله كويس أنا بقول دايما في كل أعدات إدارية تعالوا نصلي قبل ما نبدأ وأقول للرب حنتحدث أمامك لأنك أنت صاحب الكنيسة حنفكر وعايزين تلهمنا نعمل إيه عشان دي كنيستك مش بتاعتنا بتاعتك والشعب لشعبك والنفوس دي نفوسك عارف حتى أسيس الفكرة دي بتعمل إيه هي بتغير فكرة القدام والخدام مجموعة اجتماعي ولادي الملكية كنيستي مدى الخوف الكتير من الخدام والخدمات عندهم مخاوف أنه واحد يتركه يروح لكنيسة تانية وكأنه عايش يعني لهذا الموضوع بدل ما أن يكون دعوته خدمته والفكرة كلها الفكرة الصحيحة أنه الله هو صاحب ومالك كل الأمر والروح القدس هو اللي بيعمل فينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة